بسم الله الرحمن الرحيم حسبة التكاليف والإدارية اثنين الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة example number one on target costing suppose that in Abha company يعني افطارد في شركة Abha افطارد في شركة Abha the target price of the calculator is 70 SER يعني سعر البيع المستهدف سعر البيع المستهدف للآلة الحسبة calculator للآلة الحسبة 70 ريال annual sales volume of the new calculator is expected to be 50 ألف واحدة يعني بقولك ان ايه حجم المبيعات المتوقع السنوي هكون 50 ألف Abha company has a 12% return on sales target يعني هزين حقق 12% 12% هزين حققها معدل عائد على المبيعات required compute the unit target cost peer calculator عايزين انك تحسب احسب التكلفة المستهدفة للوحدة من اللي هي الكلكولياتر ده الحسب solution هنجيبي total target revenue يوم بدرب السبعين في 50 ألف واحدة يديني 3 مليون و 500 ألف سي ار total target operating income يبه ده الاول ده الإيراد المستهدف ده إجمالي الإيراد المستهدف دهنا حاجة عايزين نجيبي total target operating income يبه دخل التشغيل المستهدف إجمالي دخل التشغيل المستهدف اللي هو الربح المستهدف يعني حضرة بال 12% في إيراد المبعاد ده كان 3 مليون و 500 ألف يبه 12% في 3 مليون و 500 ألف تطلع 420 ألف سي ار هنجيب بعد كه target operating income بير يونت للوحدة اخذ الـ 420 ألف عشان نجيب للوحدة الوحدة اسمع العدد الوحدة 50 ألف يطلع 8 و 14 سي ار target cost بير يونت بتساوي يعني تكلفة مستهدفة للوحدة تكلفة مستهدفة للوحدة بتساوي target price سعر البيع المستهدف ناقص target operating income بير يونت يعني دخل التشغيل المستهدف للوحدة دخل التشغيل المستهدف للوحدة نعوض يبه 70 ناس 8 و 14 سي اطلع ايه